السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أحبائي طلبة الصف الثاني نحدثكم اليوم عن الوحدة العاشرة في الفصل الثاني كتاب اللغة الإنجليزية في البداية سوف نتحدث عن الأهداف التي سوف نعالجها والأهداف التي على الطلبة أن يتقنوها في نهاية هذه الوحدة هذه الوحدة نتحدث بها عن الهوايات عنوان الوحدة الهوايات على الطالب في هذه الوحدة أن يتحدث عن الأنشطة أن يتحدث الطالب عن الأنشطة التي يحبها وأيضا أن يتحدث عن الأنشطة التي يحبها الآخرين في هذه الوحدة سوف نتحدث عن مجموعة من الهوايات ومجموعة من المفردات على الطالب أن يتعلمها ويحفظها بالإضافة إلى استخدام بعض الأسئلة مثل أسئلة السؤال What do you like؟ ماذا تحب؟ وأن يستخدم الإجابة I like عندما يتحدث عن نفسه I like playing football We like عندما نتحدث عن المجموعة أن يستخدم السؤال عن الآخرين What does he like؟ And what does she like؟ ماذا يحب هو وماذا تحب هي؟ والإجابة باستخدام He likes عند الإجابة عن الشخص مذكر She likes عند الإجابة عن المؤنث الآن نبدأ في شرح الوحدة العاشرة في كتاب اللغة الإنجليزية Period 1 الدرس الأول My Hobbies My Hobbies بمعنى هوايات هنا ننظر إلى الصور في هذه الصورة سوف نجد مجموعة من الأشخاص والأسماء وكل صورة تعبر عن هواية من هوايات نبدأ بالصورة الأولى هنا الاسم الذي أسفل الصورة وهو اسم سامي هنا سامي الهواية التي يحبها سامي Playing Football هنا إذن نحفظ هواية لعب قرط القدم Playing Football أما بالنسبة للصورة الثانية فهي تتحدث عن هواية الرقص هنا هواية الرقص تعني Dancing هنا Dancing الأولى Playing Football الصورة الثانية تعبر عن هواية الرقص وهي باللغة الإنجليزية معنى الرقص هو Dancing أما الصورة الثالثة تالى هنا تتحدث تالى عن هواية السباحة وهي Swimming هنا Swimming أما الصورة الرابعة هنا مام الاسم هنا أمير أمير يعبر عن هواية الرسم وهنا الرسم بمعنى Drawing إذن الصورة الأولى Play Football الصورة الثانية Dancing الصورة الثالثة Swimming الصورة الرابعة Drawing نأتي الآن للصورة الخامسة Mom مام هنا تعبر عن هواية الكراءة الكراءة هنا Reading نحفظ كلمات Reading الصورة السادسة جميلة هنا جميلة تعبر عن الغناء هنا الهواية الغناء الغناء تعني Singing تعني Singing والصورة الأخيرة هنا هواية اللعب مع الأصدقاء بمعنى Playing With Friends Playing With Friends هي الهواية الأخيرة إذن الدرس الأول في هذا الدرس يوجد سبع صور كل صورة تعبر عن هواية من الهوايات على الطالب أن يتحدث عن الصورة والهواية التي تمثلها إذن الصورة الأولى هنا الكلمات هنا كما نلاحظ على الشاشة الأولى Playing Football الهواية الأولى الصورة الأولى Playing Football الثانية Dancing انظر هنا إلى الكلمات باللون الأحمر عزيزي الطالب الكلمة الثانية أو الهواية الثانية تعني Dancing وهو الرقص أما الصورة الثالثة هنا Swimming Swimming وهي السباحة أما الصورة الرابعة بمعنى Drawing هنا الرسم والصورة الخامسة Reading Reading هنا الكراءة والصورة السادسة Singing الغناء والصورة الأخيرة Playing with the friends هنا الهواية الأخيرة إذن مطلوب منك أيها الطالب العزيز أن تحفظ هذه الهوايات وتعبر عنها هنا نأتي للسؤال الثاني هنا السؤال الثاني listen and say على الطالب أن يستمع ويتحدث هنا مطلوب من الطالب أن يسأل السؤال التالي وهو What do you like عندما تقوم بسؤال زميلك أو شخص تريد أن تسأله عن هوايته فتقول له السؤال التالي What do you like ماذا تحب وعند الإجابة عن نفسك نفسك إذا أردت الإجابة عن نفسك عزيزي الطالب فتقول I like تبدأ الإجابة باستخدام I like I like هنا نستخدم I like للتعبير عن الهواية التي أحبها إذا أنا أردت الحديث عن نفسي لابد أن أبدأ الإجابة باستخدام I like السؤال إذن What do you like ماذا تحب الإجابة يجب أن تبدأ باستخدام I like عندما أجيب عن نفسي فلنفترض أنني أحب قرة القدم فماذا أقول أقول I like playing football الصورة الأولى نريد أن نتحدث الآن عن الصورة الأولى إذا كنت أنا هوايتي لعب قرة القدم وأريد أن أحديث عن نفسي فأستخدم هذه الجملة I like playing football الصورة الثانية إذا كانت هوايتي الرقص فماذا أقول أقول I like dancing أحسنتم ماذا أقول أقول I like dancing إذن إذا أردت الحديث عن نفسي أبدأ الإجابة باستخدام I like الصورة الثالثة إذا كانت هواية السباحة ماذا أقول أقول I like swimming I like swimming I like swimming I like swimming الصورة الرابعة هواية الرسم ماذا أقول I like drawing I like drawing الصورة الخامسة إذا كانت هواية الكراءة ماذا أقول أقول I like reading I like reading الصورة السادسة جميلة ماذا تقول جميلة عن نفسها إذا كانت تحب الغناء ماذا تقول تقول I like singing أما آدم هوايته أن يلعب مع الأصدقاء فيقول I like playing with friends I like playing with friends هذا بالنسبة للدرس الأول المطلوب منك عزيز الطالب أن تحفظ الهوايات السبعة من خلال الصور التي أمامك وأن تجيب عن نفسك باستخدام I like إذا كنت تريد أن تتحدث عن نفسك فيجب عليك أن تبدأ الإجابة باستخدام I like الآن ننتقل إلى الدرس الثاني period 2 unit 10 period 2 page 5 activity 1 look انظر read and write عليك أن تنظر على وتعرف أسماء الأشخاص الذين موجودين معنا في هذا الدرس طبعا هنا الشخص الأول الذي في الصورة A هنا الصورة A هو سامي هو سامي أما الصورة B فهو أمير يسمى أمير الصورة C وهي تالة صورة D A mom E سلوى and F جميلة الآن نظرنا إلى الأشخاص الآن نريد أن نقرأ ونكتب نقرأ الجملة الأولى when I like dancing I like dancing لو عدنا إلى الصفحة الرابعة من هو الذي كانت هوايته dancing 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 الرقص هنا هواية سلوى الرقص نعود إلى الصفحة الخامسة لنبحث عن ترتيب سلوى بين هؤلاء الأشخاص هذه سلوى هنا حرف E إذن حرف E يكتب هنا عند الجملة الأولى لأن سلوى هي التي تحدثت عن الرقص أما الجملة الثانية I like I like playing football من هو الذي كانت هوايته أن يلعب قرأة القدم انظر إلى الصفحة الرابعة هنا الذي كان يلعب قرأة القدم وهو سامي أين يوجد سامي بين هؤلاء الأشخاص سامي هو الشخص الأول إذن الحرف الذي بجانب سامي وهو حرف A يكتب بالمربع الثاني حرف A نأتي الآن إلى الجملة الثالثة I like singing الغناء أنا أحب الغناء من الذي تحدث عن الغناء الذي تحدث عن الغناء وهو جميلة جميلة أين توجد جميلة جميلة هنا توجد في الصورة الأخيرة إذن نكتب حرف الف بالمربع الثالث الجملة الرابعة I like swimming I like swimming أنا أحب السباحة من الذي تحدث عن السباحة الذي تحدث عن السباحة الذي تحدث عن السباحة هو تالة 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 هي في الصورة C الصورة C نكتب C بجانب الجملة الرابعة الجملة الخامسة I like reading من الذي تحدث عن الكراءة الذي تحدث عن الكراءة وهو mom mom هنا في الصورة الرابعة هنا حرف D تكتب هنا حرف D بجانب المربع في الجملة الخامسة أما الجملة السادسة I like drawing من الذي تحدث عن الرسم الذي تحدث عن الرسم وهو أمير إذن نكتب حرف B عند المربع في الجملة السادسة في الجملة السادسة ننتقل الآن للتمرين الثاني write يجب علينا الآن أن نكتب الهواية المناسبة لكل صورة الصورة الأولى هنا swimming الصورة الأولى هنا swimming كتبت كلمة swimming من الكلمات التي أعلى الصورة swimming كتبت في الصورة الأولى الصورة الثانية playing with friends إذن نختار كلمة playing نختار كلمة playing ونكتبها عند الصورة الثانية الصورة الثالثة كلمة reading نكتب كلمة reading من الكلمات الأعلى reading أما الصورة الرابعة drawing نختار كلمة drawing أما الصورة الخامسة أيضا playing نختار كلمة playing هنا كلمة playing تكررت مرتين أما الصورة الأخيرة dancing نكتب كلمة dancing عند الصورة السادسة هنا نهاية الدرس الثاني ننتقل الآن إلى unit 10 period 3 unit 10 period 3 الآن هنا نجد أن نتحدث عن شيء مهم وهو استخدام he likes واستخدام she likes نبدأ باستخدام he likes نستخدم he likes للحديث عن المذكر عند الحديث عن الآخرين أريد الحديث عن سامي عن أمير عن أي شخص عن صديقي عن أستاذي إذا كان هذا الشخص مذكر نبدأ باستخدام he likes أما إذا أردت الحديث عن المؤنث عن تالة عن سلوة عن جميلة فأستخدم she likes أبدأ الجواب باستخدام she likes الآن بالنسبة للسؤال إذا أردت السؤال عن أمير أريد السؤال عن أمير ماذا يحب أمير ماذا أقول أقول what does أمير like ماذا يحب أمير أنا الآن شخص ما سألني عن أمير أريد الإجابة عن أمير إذا أردت الإجابة عن أمير فأبدأ الجواب باستخدام he likes لماذا لا أستطيع استخدام I like لماذا لا أستطيع استخدام I like هنا لأن السائل لم يسألني عن نفسي سألني عن أمير فأنا أريد الإجابة عن أمير فأستخدم بالجواب he likes هو يحب لا أستطيع أن أجيب باستخدام I like أنا أحب لأن الشخص لأن السائل لم يسألني عن نفسي إذن عندما أريد الإجابة عن شخص آخر فأبدأ الجواب باستخدام he likes إذا كان هذا الشخص مذكر نبدأ بالسؤال الأول ماذا يحب أمير أمير يحمل قرط القدم إذن الإجابة he likes playing football سؤال الثاني تالة أريد السؤال عن تالة ماذا تحب تالة الإجابة يجب أن تبدأ باستخدام she likes لأن تالة مؤنث she likes ماذا تحب تالة she likes dancing she likes dancing السؤال الثالث وضّ السامي لايك ماذا يحب سامي سامي مذكر إذن أبدأ الإجابة باستخدام he likes he likes drawing هنا يحمل ألوان إذن he likes drawing يحب الرسم أما الصورة الرابعة أريد السؤال عن سلوى ماذا أقول وضّ السلوى لايك ماذا تحب سلوى الإجابة للمؤنث كيف تبدأ الإجابة باستخدام she likes she likes reading she likes reading هنا زايد زايد وضّ الزايد لايك هنا مذكر إذن أبدأ باستخدام he likes ماذا يحب زايد he likes singing يحب الغناء أما الصورة الأخيرة وضّ الزايد جميلة لايك ماذا تحب جميلة أريد الإجابة عن جميلة أبدأ بالجواب باستخدام she likes ماذا تحب جميلة تحب السباحة إذن she likes she likes swimming she likes swimming ننتقل الآن إلى الدرس الرابع unit 10 بيناد 4 activity 1 right page 7 الصفحة السابع activity 1 right الآن نريد أن نقرأ الجملة نريد الآن أن نقرأ الجملة الأربعة ونكتب في داخل المربع الصورة التي تمثلها كل جملة الجملة الأولى he likes playing football when he likes playing football هو نحب أن يلعب قراط القدم أي صورة تمثل هواية لعب قراط القدم الصورة هنا الرابعة وهي بجانبها كتب حرف D إذن نكتب حرف D في داخل المربع الأول الجملة رقم 2 she likes swimming هي تحب هي تحب السباحة إذن الصورة هنا الصورة C نكتب في داخل المربع الثاني C الجملة رقم 3 he likes singing ويحب الغناء في الصورة الأولى هنا الصورة A في داخل المربع نكتب حرف A داخل المربع الثالث she likes playing with friends تحب أن تلعب مع الأصدقاء هنا حرف B الصورة B نكتب حرف B داخل المربع الرابط التمرين الثاني write نكتب نريد أن نكتب he likes and she likes تعلمنا في الترسي السابق أن نكتب أو أن نستخدم he likes عند المذكر وshe likes عند المؤنث إذن الصورة الأولى هنا مؤنث نكتب she likes نكتب she likes عند الصورة الأولى she likes dancing she likes dancing الصورة الثانية هنا نتحدث عن المذكر إذن نكتب he likes he likes swimming he likes swimming الصورة الثالثة المذكرة أيضا نقوم بكتابة he likes عند الصورة الثالثة he likes reading أما الصورة الأخيرة هنا مؤنث نكتب she likes she likes drawing نكتب she likes drawing الآن ننتقل period 5 الدرس الخامس unit 10 period 5 نريد هنا أن نكتب الأرقام حسب المادة المسجلة إذن نريد هنا أن نسمع المادة المسجلة ونقوم بكتابة الأرقام بالترتيب حسب الجملة التي نتحدث عنها نبدأ بالجملة الأولى الجملة الأولى هنا I like playing with friends إذن الجملة التي تحدثنا عنها في البداية هي الجملة C إذن نكتب رقم 1 عند الصورة C نكتب رقم 1 بجانب أو داخل أمربع في الصورة C لأن تحدثنا عنها في أول صورة رقم 2 نريد أن نبحث عن الصورة التي تعبر عن هذه الجملة نستمع إلى الجملة ونبحث عن الصورة نبحث عن الصورة نقوم بكتابة رقم 2 داخل المربع الذي يعبر عنه الصورة F التي تعبر عنه الصورة F الصورة الثالثة نستمع إلى الصورة الثالثة ونبحث عنها I like playing football I like playing football إذن الصورة الأولى نكتب عندها رقم 3 الصورة التالية نريد أن نستمع إلى الجملة في البداية نبحث نستمع إلى الجملة ثم نبحث عن الصورة إذن أنا نتحدث عن الصورة D بما أن تحدث عن الصورة D إذن أكتب رقم 4 عند الصورة D الصورة التالية سوف تحمل رقم 5 إذن عندما أستمع إلى الصورة التالية يجب أن أبحث عنها واكتب بجانبها أو داخل المربع رقم 5 إذن We like playing with friends إذن الصورة الأخيرة نكتب داخل المربع الصورة التالية يجب أن نكتب في داخل المربع رقم 6 لأنها جاءت الترتيب السادس إذن أين الصورة الصورة B إذن أكتب في المربع رقم 6 والصورة الأخيرة سوف تكون رقم 7 أستمع إلى الجملة بالفداية حتى أبحث عن الصورة المناسبة إذن الصورة E نكتب داخل المربع رقم 7 أما بالنسبة للسؤال بيريد 6 الداخل السادس هنا نريد أن نكتب هذه الكلمات على الأسطر بطريقة صحيحة نكون بالنظر إلى بداية الحرف ونهايته هنا الكلمة ذ إذن نبدأ من السطر الأول حتى السطر الثالث نكون بالتحديد الحرف والكتابة هنا بنفس الطريقة نكون بالنظر إلى الكلمة وكتابتها بنفس الطريقة من بداية السطر الأول حتى السطر الثالث ثم كلمة this ثم أيضا كلمة here وكلمة there نقوم بنفس الطريقة بنسخ الكلمة على نفس الأسطور بنفس الطريقة السؤال الأخير read and circle هنا نريد أن نضع دائرة على الضمير هنا الضمائر المناسبة هنا هنا مجموعة من الضمائر تحدثنا عنها تحدثنا عن الضمير اي قلنا أن الضمير اي نستخدمه عندما نستخدمه عندما أريد الحديث عن نفسي أما الضمير و نستخدمه عندما إذا كنا جماعة نتحدث عن جماعة و نحن نتحدث عن أنفسنا بشكل جماعي فنستخدم الضمير we نستخدم he إذا كنا نتحدث عن المذكر ونستخدم she إذا كنا نتحدث عن المؤنث إذن نريد أن نبحث وننظر على الصورة الأولى هنا سامي يتحدث عن نفسه هنا شخص واحد يتحدث عن نفسه إذا كان شخص واحد مفرد يتحدث عن نفسه فيجب أن نستخدم الضمير i إذن هنا يوجد لدينا خيارين نريد أن نقرأ الجملة في البداية I like playing football أو الجواب الثاني we like playing football بما أن هنا شخص مفرد فنختار الضمير i نضع دائرة على الجواب الأول الجملة الثانية she like singing or we like singing الجواب الصحيح هو we لأن هنا أكثر من واحد هنا مجموعة نستخدم we عندما نكون مجموعة three الصورة الثالثة نقرأ الجملة he likes drawing or she likes drawing بما أن هنا نتحدث عن مذكر إذن نستخدم he نضع دائرة على he والجملة الأخيرة we like reading أو or الجواب الثاني she likes أو الخيار الثاني she likes reading إذن نختار دائرة على she لأن هنا نتحدث عن مؤنث نتحدث عن مؤنث الجملة السؤال الأخير read and circle اقرأ وضع دائرة هنا كل إجابة يوجد فيها خيارين نريد أن نختار الخيار الصحيح هنا اخترنا I لأننا نتحدث عن مفرد يتكلم عن نفسه هنا اخترنا W لأن هنا مجموعة بمعنى نحن هنا اخترنا I لأننا نتحدث عن مذكر واخترنا بالإجابة الأخيرة الشي لأننا نتحدث عن مؤنث هنا نهاية تهاية ذي الوحدة نتمنى أن الشرح قد نال إعجابكم وتمنى منكم أن تشتركوا في القناة دعما لنا لنقدم لكم كل جديد إلى اللقاء في الدرس الصادق إلى اللقاء في الدرس القادم